بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله لعلكم جميعاً بخير تعالوا النهاردة أكلمكم عن أكبر حدثة نووية شهدها العالم في التاريخ انفجار مفاعلة شرنوبل النووي في أوكرانيا إيه اللي حصل؟ كان حوالي 200 عامل وموظف في مفاعل الطاقة النووية شرنوبل وكانوا بيعملوا على اختبارات في 3 وحدات بالمحطة وكانت الأمور ماشية كويس لغاية ما حصل ارتفاع مفاجئ وشديد في درجة الحرارة وصل 4000 درجة مقوية وده كان بسبب توقف دائرة التبريد الخاصة بالمفاعل الرابع وده أدى إلى انسعار لب المفاعل قبل ما ينفجر وبعد الثواني حصلت العديد من الانفجارات المتوالية وطيارت معاها حمام الجرافيت في السماء فسبب الدمار ما فلاتتش منه حتى أقوى الأبناء وقدت قوة الانفجارات دي لنسف المفاعل بالكامل ومعاه أطنان من حمام الوقود النووي واستمر الحريق لمدة 10 أيام ومش بس كده ده كمان اتسربت مواد خطيرة جداً لناليورانيوم والبلوتانيوم والسيزيوم واليود شكيت سحابة رهيبة من الإشعاعات النووية اللي عدت مدينة تشورنوبل وامتدت لأوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا ويشئ القدر أن يصادف فترة وقوع الكرسة دي هبوب ريح ساعدت في حمل سحابة الإشعاعات القاتلة إلى عدد من البلاد الإسكندنافية وكمان اليونان وتركيا الكرسة دي أثرت على مئات الأشخاص من عمال الطوارئ اللي خطروا بحياتهم عشان يحاولوا إثماد الحريق بالإضافة إلى أنه تم إثلاء الآلاف من البيوت في الأماكن المحيطة وتصام آلاف الأطفال بعد كده بأمراض السرطان المختلفة 36 شخص توفوا بسبب الإشعاعات معظمهم من الموظفين في المحطة ورجال الإطفال ولكن الحصيلة الحقيقية مش بس الرقم ده فبالنسبة لقدرة الإشعاعات على الانتشار في الهواء وبقاءها لسنوات طويلة فهي كانت سبب لهلاك الآلاف من الأرواح وفي السنوات اللاحقة للحادث قدرت الوفيات بسبب الإشعاعات ما بين 7000 إلى 10000 شخص بالإضافة لإختفاء قرى كاملة بعد ما تم إخلاء سكان 85 قرية من بلاروسيا وأربع قرى من أوكرانيا وكمان 31 قرية من روسيا أما بقى أوكرانيا فكان لها نصيب الأسد من أصار الكرسى وكان ضحاياها 3 مليون شخص وعانى الكثير من مرض الإشعاع إن لأعراضه حدوس تسلخات جلدية وسقوط الشعر وتغير في منامح الوجه بالإضافة كمان للأمراض النفسية لمعظم السكان المنطقة بالإضافة لأنه أصبحت مساحات وسعة من الأراضي المجاورة للمفاعل غير صالحة للزراع وبعد تسرب الإشعاع قطعت الكثير من الأشجار والغابات المحيطة بسبب مستويات الإشعاع العالي وتسمت المنطقة المحيطة بالغابة الحمراء لأن لون الأشجار اتحول للون زنجبيلي زاما وقع الانفجار ده في إبريل عام 1986 أيام ما كانت أوكرانيا لسه تابعة للاتحاد السوفيتي بكده اندع الفيديو بتاعنا النهاردة أتمنى ينال أعجابكم ما تنسليش باللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله يا بناس لكم